حيوا معايا السيدة الفاضلة المحترمة الأستاذة سيدات إسماعيل معايا على الهاتف مساء الخير مساء الخير يا تامر يا أهلا يا أهلا يا أهلا إزيك يا تامر الحمد لله أنا كويس إيه إنت وحشتنا من زرين ربنا يكرمك ليه وإنت كنت غايبة عننا ولا إيه من أنا موجودة هو لا أمن أيام من بيت بيتك وأنا متبعيك ربنا يعزك ده شرف لي يا أستاذة أهلا يا تامر أخبار حديك إيه وإنت أمنيني على صحتك أنا الحمد لله النهاردة لما قابلت السيسي لا تتخيل طرت في السماء والله طرت في أم إيه الراجل ده إيه ده العظمة دي ده نعمة من عند ربنا يا تامر الحمد لله يا ربنا أنعم علينا بالراجل ده تخيل أنا خطواتي مش سريعة زي الأول وحد ماسك إيدي قال لهم لا 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 أنا اللي حمسك إيدي تخيل تخيل يا ربي باركلينا فيه وليلي إيه يا ربي تبتر من أمثاله إيه الحوار اللي دهر بينكو يا أستاذة بيقول لي بيقول إيه قولي قولي يا حاجة قولي كل اللي أنت عايزة قلتول أنا مش عايزة أنت سيف الله المسلول ربنا مش هيخمد سيفك أبدا إلا بالنصر يا سلام وإنت منصور منصور بإذن الله وقعدت أدعينه وهو يقول أمين يا رب العالمين أمين اللهم احفظه بحزك وأمينه بأمانك واثره بسترك وانصره بنصرك وانصره وانصر به وأمينه وثبته وأنزل السكينة والرضى والهدوء والرحمة على قلبه ونفسه وهو يقول أمين أمين وقعدين أديتهم مصحف مرتل قال لي أنا فرحان بيكم جدا أنا بقوله أنا فرحانة قوي 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 من جمال ما فرحتش قال لي لا دنت اللي فرحتوني دنت اللي فرفتوني إيه الرجل دا يا تامر إيه دا بسم الله ومشاه الله إيه العظم دي اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي الله عليه الصلاة والسلام بص يا أستاذة يعني طبعا أنا أنا مقدر إعجابك وتقديرك لشخص الرئيس عبدالتاح السيسي اللي شوفتين نهاردة بس الحقيقة ما يزعلش مني سيادة الرئيس يعني لا أنا المكالمة دي لتقديرك أنت ولإعطائك أنت حقك لأن أنت بطلة هذا المشهد وانت لتستحق كل تعظيم وسلام مننا والله يا تامر هو اللي بطلنا كلنا وانت بطل الشاشة الوقت يا حبيبتي ربنا يخليك يا أمي دي شهادة أنا بابتخر بيها والله العظيم ربنا يكرمك يعني أنا بقولك حاجة بجد مش مجاملة يعني أنا يمكن ما سبق ليش الشرف أن أنا ألتقي بيك وده شرف طبعا أن أنا أشوفك وأقبل إيديك كمان يا تعالى تقبل إيديك يا راجل يا حبيبي لا أكده أنا بعمل حاجة ربنا والله وانت حبيبي وانت أحسن مني والله ده انتو على فترة انتو مقاتلين أنا أرملة مقاتل مقاتل من القوات المسلحة تبير واخد بالك انت مقاتلة مقاتل أنا ما أصلك أسكت الله الراجل مات ألا يقول لنا أنا قتلت ولا حاجة لا لا الله يرحمه ويحسن إليه الله يرحمه كان مقاتل يعني ده كان من دفع تقريبا المشير تنطوي تمام وحضرتك أنا بقولك والله يا أستاذ سيدات أنه حضرتك كمان بتقاتلي ما هو أي حد عنده هذا الشعور وهذا الوازع وهذه الغيرة على بلده هو ما يقلش أبدا عن المقاتل اللي عجبها من ولادنا دلوقتي في الجيش والشرطة اللي بيحربوا في سينة يحميهم ربنا يا رب يحميهم ربنا ويرجعلهم منصورين يا رب إن شاء الله والله حينصورهم ربنا ما عندنا الشك في كده لأن إحنا أصحاب خضية مشروعة وإنت ده إنت مقاتل من أحلى المقاتلين ده إنت شايل يعني بتقدم رسالة قدي كده حلوة قدي كده حلوة قدي كده حلوة والله كل اللي أنا بعمله ده ما يجيش واحد على مليون من اللفتة اللي أنت عملتيها لأنه كان أنا شغلي والله أنا بقولك بمنتهى الأمانة لأن أنا شغلي طول الوقت أن أنا أكلم الناس وأفاهم الناس وأحاول أوضح الحياة للناس لكن أنت بفعلة واحدة اديتي درس ونموذج لملايين الناس أيوة النهاردة المقدم تامر على فكرة تامر لما قال لنا اسم تامر بتاع السندوق آه أمين السندوق قلت له إيه وقعد كن تامر أمين أصلا أنا بحب تامر أمين يا تامر يا خبار ربيض يا خبار ربيض والله قال لي يا يا تامر والله نسأد بكده حلوين نسأد بكده بيض نسأد بكده عندهم تقوى وإيمان صح صح إيه ده إيه ده بس قوليني بس قول مش العمرة برضو حلوة تامر أنا عملت حج ثلاث مره بسم الله بشاء الله وعملت عمرة ما تعدش لحد ما يعني خارج كوايا بس بدأت أبقى ستة جبيرة وطلحت معاش وقعدت ما بقيتش أعمل عمرة يديك الصحة والعمرة أنا متشاحت فالها قوي وبعدين النهاردة بيقول لي قولي قولي لي قولي لي حاجة قولي لي أقولك حاجة ما تزعلشي قال لي لأ قولي قولي له أنا حطلع أعمل عمرة وأرجو إن أنا أكون مع قوات المسلحة عشان تاخد بالها منك بس ما تزعلشي على نفقتي أنا قال لي حاجة بسيطة حاجة أستلوا معها لسا عصام خطري وإلا أنا عملت عمرة وخلاص ودي نقعدة في البيت قال لي حاضر يا سلام أنت عايزاش أعملهو لك يعني طلبتي من سيادة الرئيس أن أنت تطلعي عمرة بصحبة القوات المسلحة بس كصحبة ورفقة علشان ياخدوا بالهم منك لكن كل النفقات أنت لتدفعيها لا أنا نفقات وعارف أنا كنت أوريتهم لتامر باع المقدم تامر كنت أخدى معي الفلوس وأخدى البسبور يا حاببتي لو قال لي لو قال لي كاللو تامر باعي يعني طبعا الرئيس مش فاضل للحتة دي لو تامر قال لي خلاص أوكي كنت أقول له قد الفلوس وقد البسبور بتاعي يا سلام عشان أبقى معي المحاربين القدمة عشان أنا ستة كبيرة مش كيلة رقاوي لا أنت كبيرة في المقام وكبيرة في الفعل أنت جميل والله يا تامر والله أنت كبيرة في المقام وكبيرة في الفعل وكبيرة في الرمز أنت راجل جميل ربنا يا عزي قلت له أنا كنت جايبة الفلوس يا تامر أهيب ومعي البسبور قال لي أنا حسألك وحتصل بيك وربنا نشاء الله يبقى في الخير بس أتمنى بقى أن ربنا يدينا القوة شوية علشان قلب قليل الأدب معايا شوية لا ده قلبك بس بينكشك علشان طول الوقت تبقي مسح صحاله يعني شوية كده عندي شوية مشاكل صحية خفيفة طبعا الحمد لله نحمد ربنا الحمد لله بشكرك على اللفتة وعلى الفعلة اللي بتقول أن أنت بصرية حتى النخاع وأن أنت فعلا مقاتلة أرمالة مقاتل ربنا يديك الصحة يا أستاذة ربنا يديك الصحة ويا ربي يجيلي الفرصة أن أنا آجي بس أقبل الآياتي يا حبيب قلبي تعالى في كل وقت أنت عارف أنا فين أنا الإعداد عندهم العنوان أنا أنا في شارع خلاص ما تقوليش بقى لحظة تلاقي مصر كلها عندي خلاص أنا الإعداد عندهم العنوان ما تلاقيش تسلم يا أستاذ سيدات ربنا يمتعك بالنعمة والصحة وحب البلد طول الوقت تسلم يا أستاذ